قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان شابينج إن الاتحاد تلقى 7% فقط من المبلغ المطلوب من المجتمع الدولي لمساعدة السودان ونشد المسؤول الدولي الشركاء والمانحين تقديم المساعدة العاجلة للسودانيين في ظل تدهل الوضع بالبلاد واشر المسؤول الدولي إلى أن الصراع بالخرطوم ومناطق حضرية حولها إلى ساحات قتال حيث يعيش الكثير من السكان بدون ماء وقهرباء ونظام رعاية الصحية في البلاد على وشكل الانهيار العمليات على الجانب المصري من الحدود أكثر تنظيما في بيئة مليئة بالتحديات لإدارة تضفق هذا العدد الكبير من الأشخاص النداء إلى شركائنا والمانحين هو أن الاحتياجات بالسودان حقيقية فالناس يعانون في البلاد والوضع يتدهور وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة لذا فإن التضامن والقرم العالميين مطلوبان تماما وكما رأينا خلال الصراع الأوكراني يمكن للعالم أن يتحد بطريقة هائلة وأعتقد أننا بحاجة إلى نوع مماثل من التضامن مع السودان